بسم الله الرحمن الرحيم وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فلم يترك عليه الصلاة والسلام خيراً إلا ودل الأمة عليه ولا شراً إلا وحذرها منه أيها الإخوة في الله لازلنا في شرح العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله والتي ختمها رحمه الله بشيء من الآداب الإسلامية والأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة التي يتميز بها أهل السنة والجماعة وهي مما يتحلى به كل مسلم فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة ليبينا أن أهل السنة والجماعة يقتدون في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ولما سُئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويأخذ بأوامره وما يحث عليه من مكارم الأخلاق وما ينهى عنه من سيء الأخلاق وسفاسفها فكان عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة الذي أمرنا باتباعه والاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة المباركة بعد أن ذكر كثيراً من أمور التوحيد وأسماء الله عز وجل وصفاته وأدلتها من الكتاب والسنة وبيّن شراح هذه العقيدة أقسام التوحيد سواء كان التوحيد العلمي الخبري الذي يتناول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا هو التوحيد العلمي الخبري الذي يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته والخبر عنه والخبر عن ربنا عز وجل وكذلك عن أفعاله من الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة كل هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهو ما يطلق عليه التوحيد العلمي الخبري ثم تحدث شيخ الإسلام عن التوحيد الإرادي الطلبي وهو توحيد العبادة وهو توحيد العلوهية الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار فتوحيد العبودية وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو توحيد الإرادي الطلبي وهو المراد شرعاً وأما التوحيد الربوبية فهو المراد كوناً وهو التوحيد العلمي الخبري الذي أخبر الله عز وجل به عن أسمائه وصفاته وما يجب له سبحانه وتعالى وما يتعلق بأفعاله عز وجل مما يتوحد به ربنا عز وجل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وشفاء المرضى وكل ما يتعلق بذات الله عز وجل مما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ورد شيخ الإسلام رحمه الله على الفرق المخالفة والفرق التي ظلت سواء كان في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات ونحن نعلم أنه لم يكن ولم يعرف أحد ينكر توحيد الربوبية إلا ما جاء عن قولي فرعون أنا ربكم الأعلى ولكنه في قرارة نفسه يعلم أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فتوحيد الربوبية مما أقر به المشركون ولم ينازعوا في ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فهم مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فهم يؤمنون بالله عز وجل وبوجوده ولكنهم يشركون معه آلهتهم وأصنامهم ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفة وهذا من الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه وأوجب إفراده عز وجل بالعبادة بالدعاء والخوف والخشية والمحبة والصلاة والزكاة والحج والذبح والنذر كل هذه أمور العبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل فإذا صرفوها لغير الله كالذبح والنذر والدعاء كالذين يذهبون إلى المشاهد والقبور والأولياء ويدعونهم من دون الله هؤلاء انحرفوا عن الطريق الحق وأشركوا بالله عز وجل ولذلك هذا الشرك الذي وقعوا فيه من دعاء غير الله والنذر لغير الله أو الذبح لغير الله أو مسألة أهل القبور أو الأولياء وأصحاب المشاهد إذا صرفوا شيئا من أنواع العبادة لأصحاب هذه القبور فإنهم قد أفسدوا توحيدهم وأفسدوا صلاتهم وصيامهم وحجهم لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك فالشرك مفسد ومبطل للأعمال مهما عمل العبد ومهما كان عليه من عبادة ومن تنسك ومن أخلاق فاضلة ومن غيرها ولكنه يذهب لهذه المشاهد وهذه الأضرحة وهذه القبور ويدعوها من دون الله أو يذبح لها من دون الله أو ينذر لها أو يتقرب إليها بأي شيء من أنواع العبادة فقد أفسد دينه ونقض توحيده ونقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا تنفعه لا صلاته ولا صيامه ولا حجه لأن الله عز وجل يقول عن المشركين الذين وقعوا في الشرك ودعوا هذه الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال الله عز وجل فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أفسدوا بشركهم وتقربهم إلى غير الله أفسدوا إسلامهم وتوحيدهم وعباداتهم وهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور وأعظمها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن أكبر الكبائر وأعظمها قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وثم قال وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف لكن أعظم الذنوب وأكبرها وهو الذنب الذي إذا مات صاحبه فإنه محرم عليه دخول الجنة لأن الله عز وجل حرم الجنة على المشركين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ويكون والعياذ بالله إذا مات ولم يتب مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها وهذا يبين خطر الشرك وأنه من أعظم الذنوب وأكبرها التي إذا مات العبد وهو يمارس الشرك فإنه العياذ بالله لا يقبل الله تعالى منه لا صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما ولا حجا أفسد العمل أفسد أعماله لإن أشركت لا يحبطن عملك هذا كلام الله عز وجل ليس كلام بشر أو كلام أحد من الناس أو من العلماء حتى يقول الإنسان يشكك فيه لا هذا نص القرآن لإن أشركت لا يحبطن عملك وحبوط العمل هو فساده فساد الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لو بنى المستشفيات والمساجد وعمر دور للأيتام وغيرها ولكنه يذهب إلى القبور يدعوها من دون الله أو يذبح لها أو ينذر أو يطلبها في رد الغائب أو شفاء المريض هذا لا يقبل الله عز وجل تلك الأعمال التي عملها لأنه قد أفسدها بالشرك ولذلك الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة المباركة بيّن خطر الشرك وأنه من أعظم الذنوب وأن الله عز وجل قد حذر منه في القرآن وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة سواء كان شركاً أكبر أو شركاً أصغر والشرك الأصغر هو الرياء وهو من الكبائر يقوم الرجل ويصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه أو يتصدق ليقول الناس كريم أو جواد أو متصدق أو يذهب ويقاتل الكفار ليرى الناس منزله وأنه شجاع وغير ذلك أو يتعلم العلم من أجل أن يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء هذا من أخطر الأمور لا بد من الإخلاص لله عز وجل في أعمالك كلها الله عز وجل يقول فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ لابد من هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله عز وجل وهو مُكْتَضَى شهادت أن لا إله إلا الله والمُكْتَابَعة وهذا مُكْتَضَى شهادت أن محمد رسول الله ومعنى المُكْتَابَعة أنه لا يعمل عملاً إلا وعليه دليل من الكتاب والسنة متبعاً فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ولذلك أنواع التوحيد الثلاثة شرحها الشيخ الإمام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة وحري بكل مسلم وهي في عدة أوراق يعرف بها المسلم عقيدته وأن يموت على التوحيد وعلى الإسلام وهو حجة الله عز وجل على عباده فالله عز وجل لا يعذب الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فالرسل عليهم السلام بيّنوا التوحيد العبادة خصوصاً لأنه كما ذكرت لكم لم يكن يعرف أحد ينكر توحيد الربوبية أو ينكر أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام لا ينكرون وجود الله عز وجل ولا أنه الخالق الرازق المحي المميت ولكنهم يجادلون في توحيد العبادة في توحيد الألوهية ولذلك نص القرآن الكريم الله عز وجل يقول عن أنبيائه كل نبي أرسله إلى قومه يقول أعبدوا الله ما لكم من إله غيره نوح وإبراهيم وهود وصالح وموسى ويوسف وداود وسليم كل الأنبياء يدعون إلى التوحيد توحيد العبادة أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أن يوحدون الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وطاعته والتقرب إليه بأسمائه وصفاته وجميع أنواع العبادة فهذه هي دعوة الرسل إلى أممهم وإلى أقوامهم فالله أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان توحيد الألوهية التي ضلت فيه الأمم وضلت فيه كثير من الناس ولذلك جاء في القرآن الكريم كما قال الحافظ بن القيم في مدارج السالكين قال قل أن تجد آية من القرآن الكريم إلا وهي تدعو إلى توحيد الله عز وجل وتبين ما لله عز وجل من الخلق والرزق والتدبير وتدعو إلى عبادة الله عز وجل ومكتظى التوحيد هو فعل الأوامر والتناب النواهي وأيضا جزاء أهل التوحيد ما عد الله تعالى لهم من التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة وأيضا التحذير من الشرك وبيان خطره والنهي عنه وبيان أيضا جزاء المشركين سواء في الدنيا أو في الآخرة فالله عز وجل قد عذب كثيرا من الأمم التي أنكرت دعوة رسلها وحاربت رسلها فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذه الطوفان ومنهم من صلط الله عليه الريح ومنهم من صلط الله عليه الصيحة فالله عز وجل يبتلي عباده بأنواع من الابتلاءات ليثيبهم عليها فالذي يوحد الله عز وجل ويؤمن بربوبيته وأسمائه وصفاته ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل فهذا هو الذي قام بالتوحيد وله الجزاء العظيم عند الله عز وجل في الآخرة بالثبات في الدنيا والنعيم في القبر واجتياز الصراط ودخول الجنة وأما من حاد عن توحيد الألوهية فإن هو العياذ بالله مصيره مصير المشركين سواء أن يعذبه الله عز وجل في الدنيا وأما في الآخرة فإنه خالد مخلد في النار لأنه أفسد ما بينه وبين الله وقطع الصلة بينه وبين الله لأن الصلة بين الله وبين عباده هي بالتوحيد توحيد العبادة وما يتفرع عنها من أوامر ومن اجتناب النواهي كل هذه من حقوق التوحيد وأيضا من ثواب التوحيد فنأتي إلى بعض الآداب التي حث عليها الإسلام ودعا إليها وهي من مكملات التوحيد وهي من مقتضيات التوحيد من بر الوالدين والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى المساكين والفقراء والأيتام والمماليك والعمال وغيرها من الآداب التي حث عليها الإسلام وهي من مقتضيات التوحيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم غفر الله لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله وأهل السنة يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الحديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة نعم يعني الشيخ رحمه الله يبين بعض الأخلاق والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها سواء كان وجوبا أو استحبابا فبعضها واجبة كما ذكر الشيخ كبر الوالدين وصلة الأرحام فالله عز وجل أمر ببر الوالدين وقرن حقه بحقهما فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يعني الله عز وجل أمر بالعبادة ونهى عن الشرك ثم أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وبر الوالدين في حياتهما بالإحسان إليهما وتفقد حاجاتهما وخفض الجناح لهما وإلانة الكلام لهما وتفقد مصالحهما وما يحتاجان إليه من مال أو خدمة أو غيرها على حسب طاقة الأولاد في بر والديهم وبعد الموت أيضا برهما بالدعاء لهما بالاستغفار لهما بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما بالصدقة عنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له فالعبد الصالح إذا دعا لوالدي في حياتهما أو بعد مماتهما فذلك مما يلحق بهما في قبريهما ويكون أيضا لهما في الآخرة فإن الوالد الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لأن الأولاد هم من سعي الوالدين الوالد يسعى لتربية أبنائه والإحسان إليهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة ليكونوا له أبرارا يدعون له ويتصدقون عنه ويستغفرون له ويصلون رحمه ويحسنون إلى أصدقائهما فيروى أن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب لقي أعرابيا أعرابي جاي من البادية من الصحراء فقير فجاء ابن عمر ونزل عن دابته وخلع عمامته وأعطاها لهذا الأعرابي وأركبه على الدابة فقيل له يرحمك الله إنهم الأعراب يكفيهم القليل قال إن أبا هذا الأعرابي كان صديقا لعمر والده عمر بن الخطاب فهذا من بر الوالد إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما فأن تدعو لهما وأن تتصدق عنهما وأن تصل أقاربك الذين والداك هما سبب صلتك بهذه الأرحام فهذا من بر الوالدين وهو من أعظم الأعمال ومن أفضلها وجاء في الحديث أن الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت أن تحافظ عليه وإن شئت أن تضيعه ودعوة الوالد لأبنائه مقبولة عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفو من أدرك أبويه كبيرين أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة الجنة عند أقدام الوالدين لا سيما الأم هي التي بحاجة إلى برك وإحسانك فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي من أحق الناس بإحساني وبري ما قال صديقك ولا قال جارك ولا قال رئيسك قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك ثلاث مرات قال ثم من في الرابعة قال ثم أباك فمنزلة الوالدة التي حملتك في بطنها ووهنا على وهن ووضعتك وأرضعتك وتعبت فيك في إحسانها إليك في تنظيفك وفي رضاعتك وفي تربيتك وفي السهر عليك هذه الوالدة لها حقوق عظيمة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هي أحق الناس بصحبتك طاعة الوالدين لا سيما الأم والأب أيضا له الحق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والله قرن حقه بحق الوالدين لأنهما هما السبب في وجودك في هذه الدنيا السبب في وجودك هما الوالدان فلذلك جاء الإسلام بالدعوة والحث وبيان أجري من أحسن إلى والديه وبرهما وأحسن إليهما سواء كان شابين أو كبيرين بل هما في الكبر أحوج منهما إلى إحسان الأولاد بالبر الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعني لا تتعفف من والديك ولا تنظر إليهما شزرا لا تحد النظر إلى والديك بل اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هذه هي آداب الإسلام الإحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ولذلك الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله أعكد على هذه القضية وأنها من أخلاق الإسلام أيضا الأب يتعب على أولاده يضجر لضجرهم يفرح لفرحهم يسعى لإسعادهم يجمع المال من أجلهم يسعى إلى راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم يسافر الأماكن البعيدة ليجمع لهم الرزق والعيش الرغيد فكل من الأبي والأم لهما حقوق عظيمة والله عز وجل أكد ذلك في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة والبر هنا فرض عين بالإجماع إجماع العلماء أن بر الوالدين فرض عين على الأولاد يعني لا يتخلى عنه مثل فرض الصلاة مثل فرض الصيام الإحسان إلى الوالدين فرض أمر الله عز وجل به قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وقال وبالوالدين إحسانا ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ففي الحديث حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله أي العمل أفضل وما هو العمل الذي يحبه الله ويجزي عليه الجزاء العظيم قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي يا رسول الله قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فرتب هذه الثلاثة الأمور الصلاة على وقتها بعض المسلمين نجده قد يتساهل في أن يصلي الصلوات الخمس في وقتها من سره كما في حديث بن مسعود أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق المنافق إذا قام إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني يعض دانه رجلان يعض دانه إلى أن يصل إلى المسجد يساعدانه في المشي حتى يقف في الصف مع المسلمين ويؤدي الصلاة ولما استعذن الرجل الأعمى قال أنه الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم استعذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته وقال إني رجل أعمى كفيف وليس لي قائد يقودني إلى المسجد وبيني وبين المسجد هوام أفتعذن لي يا رسول الله أن أصلي في بيتي قال تسمع النداء تسمع الأذان الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم يا رسول أسمع الأذان قال أجب لا أجد لك رخصة وهو رجل كفيف أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد أيضا بينه وبين المسجد ظلمة ظلام ودواب وقد يكون هناك حيات وعقارب في الظلام هو أعمى لا يراها فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في بيته فما بال بعض المسلمين قد منى الله عليهم بالصحة وبالبصر وبتوفر المواصلات وبالأنوار ليلا ونهارا ومع هذا والعياذ بالله تجد بعضهم محروم من أداء الصلاة في المساجد مع المسلمين وبعضهم أيضا يؤخر الصلاة على عن وقتها وهذا من كبائر الذنوب الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري ويقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك فأن يحرص المسلم على أن يصلي الصلاة في وقتها وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله بن مسعود أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي يا رسول الله قال بر الوالدين جاء بر الوالدين بعد فضل الصلاة مع أن الصلاة هي عمود الدين وهي عمود الإسلام ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة يقول الصحابة رضي الله عنهم كنا لا نعد عملا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة إذا ترك الصلاة كفر خرج من الدين والعياذ بالله هي عمود الإسلام عمود الدين من تركها فقد كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شعن الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهي آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم هذه وصية الرسول لأنها عمود الإسلام وأول ما يذهب من دين العبد ومن دين الناس الأمانة وآخر ما يذهب الصلاة فشيء ذهب آخره ليس بعده شيء فإذن الصلاة على وقتها يأتي بعدها بر الوالدين ثم يأتي بعدها الجهاد في سبيل الله والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله مع أن الجهاد من أفضل الأعمال وأن الشهيد يغفر له كل شيء من ذنوبه إلا الدين يغفر للشهيد عند أول دفقة من دمه يغفر له جميع الذنوب كلها إلا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بها جبريل آنفا ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد ولما جعه رجل يستعذن في الجهاد قال له أحي والداك والداك حياني على قيد الحياة قال نعم يا رسول الله كليهما على قيد الحياة قال ففيهما ارجع ففيهما فجاهد ولا يجوز للابن أن يجاهد إلا بإذن والديه بعد إذن الإمام إمام المسلمين فلا يجوز له أن يخرج للجهاد إلا بإذن والديه فالجهاد من أفضل الأعمال ومن أعلاها وهو ذروة سلام الإسلام مع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله لكن ما معنى البر هو إيصال الخير سواء كان بالمال أو بالخدمة أو بإدخال السرور عليهما أو من طلاقة الوجه وحسن المقال والفعال وبكل ما فيه راحتهما يعني بعض الناس إذا دخل على والديه فإنه لا يؤنسهما ولا يضحكهما ولا يسعى في راحتهما بل قد يسيء إليهما ويتضجر منهما وهذا من الشقاوة والعياذ بالله إذا كان العبد شقيا فإنه والعياذ بالله يسيء إلى والديه ولا يسيء إلى والديه إلا من كان والعياذ بالله منزوع الرحمة من قلبه وإنما تنزع الرحمة من الشقي والله عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء لا سيما إذا كان الوالدان كبيرين في السن فهما في حاجة إلى برك وإحسانك وأن تؤنسهما وأن تسعى في راحتهما وفي خدمتهما وأن تسعى إلى أن تهدي لهما ما يسرهما وأن تؤانسهما في بيتهما بالزيارة بالجلوس بتفقد أحوالهما بكل أنواع البر وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فيبرهما ويحسن صحبتهما فإن في ذلك الجزاء العظيم عند الله عز وجل ولهذا رجح العلماء وجوب خدمة الأبي والأم على الأولاد وجوب خدمة الأولاد على الأولاد للأبي والأم للوالدين ولذلك قال العلماء إن طاعتهما واجبة وإذا تعملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا كثيرا منهم لا يبر والديه والعياذ بالله بل هو عاق لهما وهذا كما ذكرت لكما من الشقاوة تجده قد يحسن إلى أصدقائه وإلى أصحابه ولا يمل الجلوس مع أصحابه لكن لو جلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار لوجدته متململا ضجرا كأنما هو على الجمر فهذا ليس من البر بل البار بوالديه من ينشرح صدره لأبيه وأمه يخدمهما ويخسع على خدمتهما في كل أحواله ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع وله في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل ولذلك يقول العامة البر أسلاف فإذا بر الإبن والداه فإن أبناءه يبرونه فإن البر مع كونه يحصل به البار على الثواب العظيم من الله عز وجل فإنه يجاز به في الدنيا فالبر والعقوق كما يقول العوام أسلاف أي أقراض تستوفى إن قدمت البر بررت بوالديك برك أولادك وأحسنوا إليك وإن قدمت العقوق وعققت والداك عقك أولادك والعياذ بالله وهناك حكايات كثيرة ذكرها العلماء في عقوبة العقوق والعياذ بالله وإن الله عز وجل يعاجل العقوبة على عق والديه يعاجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة وأعظم قطع للرحم هو عقوق الوالدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم وأعظم قطع للرحم هو عقوق الوالدين أيضا الإسلام يأمر بصلة الأرحام ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين فرق بينهم الشيخ الأقارب لهم الصلة وأما الوالدان فلهم البر والبر أعلى من الصلة لأن البر هو كثرة الخير وكثرة الإحسان لكن الصلة ألا يقطع أرحامه ولذلك صلة الأرحام واجبة وقطعها سبب للعنة الله عز وجل والحرمان من دخول الجنة كما قال عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ولا يتوعد الله عز وجل باللعن إلا على كبيره من الكبائر فالذي يقطع أرحامه ويعق والديه فهو متوعد باللعن من الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم واللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل فمن هو الذي يريد أن يبعده الله عز وجل من رحمته وعفوه وغفرانه هو ذلك العاق لوالديه القاطع لأرحامه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة قاطع رواه البخاري ومسلم يعني في الصحيحين وعلى هذا ما هو مدى الصلة الصلة ردها العلماء إلى العرف إلى العرف فكل ما يرجع إلى العرف سماه العلماء صلة فإذا كان الناس في حال فقر وأنت غني فصلة أرحامك وأقاربك الفقراء أن تحسن إليهم وأن تصلهم وأن تواسيهم بالمال وإذا كان أقاربك أغنياء وكلهم في خير فيمكن أن تصلهم بالزيارة وبالكلام الطيب سواء صباحا أو مساء ولا تقطعهم وفي هذا الزمان الصلة بين الناس قليلة وذلك والعياذ بالله لأن بعض الناس قد أشغلتهم الدنيا عن صلة الأرحام والسعي في حوائجهم وانشغال بعضهم عن أقاربهم وأرحامهم والصلة التامة التي تصلك بأرحامك أن تبحث عن حالهم وتتفقد حاجاتهم في أرزاقهم في صحتهم تتفقد في أولادهم تساعدهم في حل مشاكلهم ولكن هذه الأمور نجدها قليلة في هذا الزمان وإن كان بعض الناس ولله الحمد فإنه يتميزون ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب ومما حث عليه الإسلام أيضا من حسن الخلق ومن الأعمال الصالحة حسن الجوار حسن الجوار سواء كان للأقارب أو للأباعد وجارك هو القريب من بيتك وعده بعض العلماء أربعين بيتا عن يمينك وأربعين بيتا عن شمالك هذه حدود الجيران يعني الحي كامل هم يعتبرون من جيرانك وأحقهم ببرك وإحسانك أقربهم منزلا إليك فإذا كان قريبا مسلما فله ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار هذه الحقوق بين المسلمين لا يدعونها ولا يتركونها إذا كان قريبك هو جارك فهذه الحقوق الثلاثة حق الإسلام له حقه وحق الجوار وحق القرابة هذه الثلاثة الحقوق فيحرص المسلم على الإحسان إلى جيرانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني أن الجار سيرث من جاره وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فكثر ماءها وتعاهد جيرانك عندك لحم وطبخت عليه مرقة فكثر الماء لتتعاهد جيرانك بهذا لأن الناس كانوا في فقر وفي حاجة من هو الذي يحصل على اللحم من هو الذي يجد عنده السمن من هو الذي يجد عنده المواد التي يستطيع أن يصنع بها مرقا فيقول عليه الصلاة والسلام هذا هو الإسلام دين الرحمة دين البر دين الإحسان يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فكثر ماءها وتعاهد جيرانك عن يمينك وعن شمالك هذا هو الإسلام إذا أتتك هدية أو إذا جعت من سفر فلا تنس جيرانك وأقاربك من هداياك ولو كانت قليلة فهذه مما تفرح القلوب وتوطد وتوطد الصداقة والألفة والمحبة بين المسلمين تهادوا تحبوا تهدي إلى جيرانك أتيت من سفر بقماش بهدايا بفاكهة بخضرة بأي شيء تهدي لهم فهذا مما يفرحهم ولو كان شيئا قليلا حتى لو طبخت مرقة أو لحما أو رزا أو شيئا من الفواكه أو شيئا من الإيدامات ثم تعاهدت جيرانك فهذا من الألفة بين المسلمين يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فكثر ماءها وتعاهد جيرانك ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره يعني من الإيمان من مقتضيات الإيمان إكرام الجار لا سيما إذا كان قريبا لا سيما إذا كان أخا مسلما لك فإن له هذه الحقوق وإذا كان غير قريب فله حقان حق الإسلام وحق القرابة وإذا كان غير مسلم فله حق الجوار له حق واحد والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي فمرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي على غير ملة الإسلام حق الجوار زاره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس عظمة الإسلام وأنه دين الرحمة ودين المحبة ودين التسامع النبي عليه الصلاة والسلام زار جاره اليهودي ووجده شابا مريضا على فراش المرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد شهادة التوحيد دعاه إلى الإسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذه الفرصة إلا واستغلها في الدعوة إلى الله عز وجل وفي أن ينقذ هذا الشاب اليهودي من النار قال له يا يا فلان قل لا إله إلا الله اشهد شهادة التوحيد وأني رسول الله فنظر الشاب إلى والده شاب يهودي ووالده يهودي فنظر إلى والده كأنه يستعذنه فماذا قال والده قال أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقال الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ما لبث قليلا إلا أن مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار زيارة كانت سببا لإنقاذ هذا اليهودي من النار دخل الإسلام بفضل زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لنا ويعلمنا أن ندعو إلى الله عز وجل في كل حال إذا زرت مريضا فتدعوه إلى الله وتخفف عليه وتعلمه بفضل الأجر المريض وزار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله لا بعث عليك طهور إن شاء الله لأن الأمراض فيها تطهير من الذنوب ورفع لدرجات العباد فالنبي صلى الله عليه وسلم زار هذا اليهودي فإذا الجار غير المسلم له حق الجوار إذا كان مسلما له حقان حق الإسلام وحق الجوار إذا كان قريبا له ثلاثة حقوق حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار هذه تعاليم الإسلام ومبادئ العظام أيضا أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان الجار ومن المؤسف في هذه الأزمان أن بعض الناس يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره يعني شره على جاره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يعمن جاره بوائق البوائق هي الغوائل والشرور الذي لا يعمن جاره غوائله وشروره هذا ليس بمؤمن وذكرت لكم في الدرس السابق أن امرأة ذكر من صلاتها وصيامها وأعمال البر غير عنها تعذي جيرانها قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار هي في النار يعني صلاتها وصيامها لم تمنعها من أذى جيرانها فكان عاقبتها وجزائها النار والعياذ بالله وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتبهم في كتب الفقه كثيرا من حقوق الجار لا سيما في أبواب الصلح بين الجيران والسعي في الإصلاح بينهم وجيرانك أيضا الذين يصلون معك في مسجد الحي هؤلاء هم جيرانك من الإحسان إليهم وتفقد حاجاتهم وزيارة مريضهم وإعانة المحتاج منهم هذه كلها مما يؤدي إلى الترابط بين المسلمين إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا هو التآخي والتعاضد بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وشبك بين أصابعه شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لأن المسلمين إخوة يقوي بعضهم بعضا ومن أيضا من فضائل الأعمال ومن الأعمال الطيبة التي حث عليها الإسلام الإحسان إلى اليتامة والمساكين وابن السبيل الإحسان إلى اليتامة والمساكين وابن السبيل اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه هذا يسمى يتيما اليتيم هو من فقد أباه صغيرا وهو قبل البلوغ فهذا يسمى اليتيم والله عز وجل أمر بالإحسان إلى اليتامة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان في اليتيم كما في الصحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين السبابة والوسطى قال أنا وكافر اليتيم كهاتين ويقال في الحديث فرق بينهما يعني قريب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فالإحسان إلى اليتامة هذا من أفضل الأعمال لأن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد والده أبي أباه فهو في حاجة إلى العناية والرفق والإحسان إلى اليتامة يكون بحسب حال اليتيم إذا كان فقيرا إذا كان محتاجا إلى مال أو إلى كسوة أو إلى أكل فكافر اليتيم له أجر عظيم هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة واليتامة من من يستحقون الزكاة الفقراء من فقراء الأيتام هم أولى بالزكاة من غيرهم والمساكين الإحسان إلى اليتامة والمساكين المساكين هم الفقراء وهو هنا شامل للمسكين والفقير وسمي مسكينا لأنه أسكنه الفقر وأصبح يعني كأنه جالسا متمسكنا لا يستطيع أن يعمل ولا أن يتكسب فوجه الإحسان إلى الفقراء والمساكين الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم فكان مما حاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لقلوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو المسكين قال ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان وإنما المسكين الذي يتعفف هو مسكين لكنه لا يسأل الناس ما هو المسكين الذي يدور على الناس ويسألهم هذا ليس مسكينا المسكين هو المتعفف بل في الرواية في الصحيحين ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس هذا هو الفقير المسكين لا يتفطن له الناس لفقره ولحاجته هو متعفف فالإحسان إلى المساكين بحسب حالهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الإحسان على الأرملة والمسكين والأرملة هي المرأة التي مات زوجها ولا سيما إذا كانت عما لأولاد يتامة فالإحسان إليها من أفضل الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أفضل الأعمال وأحسبه وقال وكالقائم في الصلاة لا يفتر وكالصائم لا يفطر انظروا فضل الإحسان إلى المساكين والأرامل والأيتام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله قال وأحسبه قال كالقائم طول الليل القائم يصلي الساعي على الأرملة والمسكين مثله مثل هذا القائم طول ليله يصلي وكالصائم لا يفطر هذا فضل عظيم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر رواه البخاري ومسلم يعني أعلى درجات صحيح صحيح البخاري ومسلم مما اتفق عليه الشيخان وللأسف أن بعض المسلمين وبعض من ينتسبون للعلم وغيره يشككون في هذه الأحاديث العظيمة لا سيما في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الإمام العظيم الذي حفظ كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له علماء عصره بالحفظ والإمامة أتوا يختبرونه أتوا إليه بمئة حديث وقلبوا أسانيدها وأتوا بعشرة رجال وأعطوا كل واحد منهم عشرة أحاديث غيروا الأسانيد وغيروا المتون وقالوا يختبرون الإمام البخاري محمد بن إسماعيل الأول يأتي بعشرة أحاديث مقلبة الأسانيد والمتون فيردها عليه الإمام البخاري ويقول قلت في الحديث الأول رواه فلان وفلان وفلان ثم يصحح له السند الصحيح ويصحح له المتن يأتي بالحديث المقلوب ثم يصحح له الحديث حتى انتهى من العشرة الأحاديث ثم أخذ بالثاني والثالث والرابع إلى العاشر فأقر له علماء عصره بالإمامة والحفظ في الدين حفظ المعه حديث المقلبة وأعادها كما هي صحيحة كما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يكتب حديثا حتى يصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل في أن يكتب هذا الحديث في صحيحه في كتابه الكتاب الجامع الصحيح صحيح الإمام البخاري وصحيح البخاري ومسلم هما صح الكتب بعد القرآن الكريم أجمعت الأمة علماء الأمة على الأخذ بهما وعلى أن ما فيهما هو كلها أحاديث صحيحة فمنها هذه الأحاديث التي تدعو إلى البر والإحسان إلى المساكين والأرامل وغيرهم من من يحتاجون إلى الصلة وإلى الإحسان فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح عمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا الذين يدافعون عن بلاد الحرمين وعن بلاد المسلمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أي وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة